بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معنا اليوم إن شاء الله تعالى مراجعة الإملاء والترقيم مادة اللغة العربية الاختبار النهائي الفصل الدراسي الثاني للصف في السادس بسم الله نبدأ هنا معنا النص الأول الإملاء والترقيم اقرأ الفقر الآتية ثم أجب عما يليها من أسئلة أسئلة الأول ضع علامة الترقيم المناسبة وقفت وآمن عند بركة الماء تتأمل روعتها فاصلة وتتخيل هدوءها لاحظوا أيضا فاصلة في الفاصلة تفصل بين الجمل انتبهوا هنا إلى العلامة الثانية ودائما حتى نحدد العلامة التي يجب أن تكون بين القوسين ننتبه إلى الكلمة التي تأتي قبل القوسين وإلى الكلمة التي تأتي بعد القوسين لاحظوا هنا الفعل يقول دائما بعد الفعل يقول نضع نقطتين رأسيتين يقول قال قالوا نقول قل هذه كلها يأتي بعدها نقطتين رأسيتين استخرج من القطعة السابقة همزة متوسطة على نبرة كيف ترسم الهمزة على النبرة؟ هكذا لحظوا هنا ويآم مع سبب رسم الهمزة ما هو سبب رسم الهمزة؟ لماذا رسمت الهمزة هنا على النبرة؟ لأن الحرف الذي قبل الهمزة مكسور وي ويآم أيضا هنا لاحظوا كلمة النائمة رسمت الهمزة على النبرة لماذا؟ لأن الهمزة مكسورة السؤال الثاني نريد أن نستخرج همزة متوسطة على السطر إذن تكتب على السطر لاحظوا هنا كلمة هدوءها وتتخيل هدوءها لماذا رسمت هنا؟ الآن نريد أن نعلن سبب رسم الهمزة ما السبب؟ لأن الهمزة جاء قبلها واو ساكنة إذن الهمزة مفتوحة وقبلها واو ساكنة السؤال الثالث تتحقق فوائد القراءة بالوعي والتبصر ما هو الرسم الصحيح للهمزة؟ هل تكتب الهمزة على الألف؟ أم على النبرة؟ أم على الواو؟ أم هنا على الواو بهذا الشكل دون الواو؟ الإجابة الصحيحة تتحقق فوائد لماذا؟ لأن الهمزة مكسورة والقاعدة تقول إذا كانت الهمزة مكسورة ترسم على النبرة السؤال الرابع من مواضع رسم الهمزة المتطرفة الموضع الأول إذا سبقت بضم تكتب على أين؟ تكتب على الواو أما إذا سبقت بكسر فهي تكتب على الياء وإذا سبقت بفتح تكتب على الألف وهنا يطلب إعادة كتابة الآية أو أي جملة بخط الرقعة فينتبه الطالب ويطبق ما تدربه في الصف الآن السؤال هنا معنا تطبيق آخر من أسئلة السنوات السابقة ضع علامة الترقيم بين القوسين هنا فذهبت إلى بستان فاصلة وأخذت أتنقل فيه بثباطئ وهدوء فاصلة منقوطة لماذا؟ لأن هنا يوجد لام سببية ودائما إذا جاء بعد القوسين لام سببية مثل لأزيل لأنه لألعب إذا كانت لام سببية فيوضع قبلها فاصلة منقوطة استخرج من الفقرة أو من القطعة همزة متطرفة وعلّل سبب كتابتها الهمزة المتطرفة هنا الشتاء متطرفة وهنا تملأ تباطؤ هنا رسمت على السطر لماذا؟ لأنها جاءت بعد حرف ساكن هنا لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح هنا رسمت الهمزة على الواو لماذا؟ لأن الهمزة مكسورة وما قبلها حرف مضموم لاحظوا بتباطؤ با همزة متوسطة على السطر همزة على السطر كلمة هنا السؤال همزة متطرفة بدل متوسطة لاحظوا هنا همزة متطرفة لأن الهمزة هنا جاءت متطرفة لكن رسمت على السطر لم ترسم كما هو الحال على الألف أو ترسم على الواو أو ترسم على الياو وإنما رسمت على السطر لماذا؟ لأنها جاءت بعد ساكن لاحظوا هنا دف الفاء هنا ساكنة فكتبت الهمزة أين؟ كتبت على السطر وحدها هنا عب الباء ساكنة لذلك رسمت الهمزة على السطر الفتى جريء في مناقشته مع الآخرين جريء الكتاب الصحيح هكذا لماذا؟ تكتب الهمزة متطرفة على السطر لأن الحرف الذي قبل الهمزة ساكن يا ساكنة ترسم الهمزة المتطرفة على ألف متى؟ إذا كان قبلها مفتوح إذا كان الحرف مفتوح تكتب على الألف مثل كلمة سألة سألة لاحظوا هنا ترسم الهمزة المتطرفة على ألف إذا كان ما قبلها مفتوح السين مفتوحة فرسمت الهمزة على الألف وهنا أيضا كتابه بخط الرقعة النموذج الثالث معنا ضع علامة الترقيم بين القوسين هنا حمل مشاعر الحضارة قديما فاصلة وفي نهاية الجملة فاصلة منقوطة نهاية الفقرة نريد أن نستخرج همزة متوسطة على السطر الهمزة المتوسطة على السطر لاحظ هنا كلمة هنا تعديل في السؤال همزة متوسطة وليس على السطر لأن السؤال هذا عن همزة متطرفة والمتطرفة هنا تكتب على السطر استخرج همزة متوسطة وعلل سبب الرسم لاحظ هنا كلمة نشأت نشأت هنا همزة متوسطة هذه الهمزة متوسطة رسمت أين على الألف لماذا؟ لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح نشأت أما با همزة متطرفة يعني تأتي في آخر الكلمة وعلل سبب الرسم كلمة جزء إخاء أنحاء عطاء ثراء لأنها جاءت بعد ساكن كل الحروف التي جاءت قبل الهمزة هي عبارة عن حروف ساكنة السؤال الثالث يستخرج اللؤلؤ من البحر ما هو الرسم الصحيح للهمزة؟ هذه اللؤلؤ لماذا رسمت الهمزة هنا على الواو؟ لأن الحرف الذي قبل الواوي مضموم اللؤلؤ ترسم الهمزة المتطرفة على يا إذا كان ما قبلها مكسور مثل كلمة على سبيل المثال شا ط شا ط الآن هنا لماذا رسمت الهمزة؟ على الياء لأن الطاء التي قبل الهمزة مكسورة فترسم على الياء وهنا إعادة كتابة بخط الرقعة فيكتب الطالب ما تعلمه أثناء الصف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته